اشتركوا في القناة واصل حديث حول مساق الثقافة الإسلامية ومع محاضرة جديدة كنا قد وقفنا في اللقاء الأخير عند عنوان الأخلاق الإسلامية في المبحث السابع والأخلاق الإسلامية مهمة في حياة الإنسان المسلم حيث إن الله تبارك وتعالى حينما مدح نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لم يمدحه بكثرة المال ولا بالجاه ولا بالسلطان وإنما مدحه بالخلق فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم التعريف في البداية يعرف لنا الكاتب الخلق الخلق في اللغة لا نريد اللغة نريد الصلاح في الصلاح يوجد تعريفان المطلوب التعريف للإنسان وهو هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية ما معنى هذا الكلام؟ إن الإنسان صاحب الخلق يقوم بالأعمال الخيرة بدون ما يفكر بدون ما يفكر إنه بدأفعل أو لا أفعل الخير لا يفعل الخير لأنه ربي على الخير ربي على الأخلاق ربي على الآداب ربي على أن يكون إيجابيا وفاعلا في هذه الحياة من غير فكر وروية هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية هذا التعريف الذي نريد ثم يقول لنا الكاتب ما الفرق بين الخلق والخلق؟ الخلق يقول هو أمر فطر داخلي أو سلوك سلوك الإنسان يعني أفعاله وأقواله أما الخلق هو طبيعة البدن والخلق التي خلق الإنسان عليها يعني البضي صورة الإنسان طوله وعرضه وهكذا هذا اسمه الخلق كيف خلق الله خلقك على أي صور كم مرة ذكرت أو كلمة خلق في القرآن ذكرت هذه الكلمة مرتا المرة الأولى في سورة القلم في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم أي طبع كريم والمرة الثانية في سورة الشعراء في قوله تعالى قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين إن هذا وليس إنها إن النون هنا ساكنة إن هذا إلا خلق الأولين إذن ذكرت مرة في سورة القلم وسورة الشعراء هل يوجد ترابط يقول الكاتب بين الخلق والخلق قال يوجد في قوله تعالى يعني الدليل على الترابط بين الخلق والخلق هو قوله تعالى في سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا الدليل على الترابط بين الخلق والخلق الحكم على الإنسان من حيث نظرته للمال يعني هل نقول هذا إنسان مادي وهذا إنسان كريم كيف حسب الممارسة حسب ما تراه من هذا فنقول بأن هذا إنسان بخيل حسب نظرته إلى المال كيف يفعل بالمال في حياته صحيح وهذا الشيء ملموس نعايشه على أرض الواقع تجد في الحارة رجلين أقرباء لك واحد والاثنان قد أعطاهما الله المال الوفي تجد واحدا منهما يساعد الجميع في الحارة والآخر لا يساعد نفسه من شدة حرصه على المال فنقول هذا سخي وهذا بخيل ثم ينتقل الكاتب إلى تعريف الأخلاق القبل تعريف الخلق الآن الأخلاق فيقول في الاصطلاح هي مجموعة هي مجموعة التصرفات القولية والفعلية التي تصدر عن الإنسان ماذا تتكلم وماذا تفعل هذه هي الأخلاق هذه أخلاقك لكما مرى تعريف الأخلاق مجموعة التصرفات القولية والفعلية التي تصدر عن الإنسان أقول عنها أي إنسان الله هذه أخلاقه رفيعة طيب كيف عرفت إنه أخلاقه رفيعة من أقواله الطيبة السمحة ومن أفعاله الخير إذن أقوال وأفعال الإنسان هي أخلاق ثم ينتقل الكاتب تعريف التهذيب التهذيب هو في الاصطلاح إكساب الفرد صفات خلقية صالح وهذا يحتاج إلى مهذب وإلى مرب وإلى مؤدب يعني يحتاج إلى الوالد الوالد هو الذي يقوم بالتهذيب والمعلم في المدرسة هو الذي يقوم بالتهذيب أن تكسب الفرد صفات خلقية صالحة تؤدبه تهذبه بأن يكون شابا صالحا في هذه الحياة وهذا يكون بالتعليم والإرشاد والتأديم على مدار سنوات طويلة هذا اسم التهذيب إكساب الفرد صفات خلقية صالحة ثم نأتي إلى التعريف المهم هنا حيث يعرف لنا الكاتب الأخلاق الإسلامية يعني قبل تعريف الخلق والأخلاق والتهذيب الآن نأتي إلى تعريف الأخلاق الإسلامية هي في الصلاح يعني هي ما يظهر على المسلم من أثار وصفات وصفات نتيجة تقيده بالأحكام الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المطهرة إذا الأخلاق الإسلامية دائما حينما تجد أي تعريف في إسلامية الإسلامية اعلم أننا سنعود وسنرجع إلى أهم مصدرين من مصادر التشريع الإسلامي ألا وهما القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فيقول هي ما يظهر على المسلم من أثار أثار وصفات وبهذه الأثار والصفات من أين جاءت لهذا الإنسان جاءت بسبب التزامه تقيده بالأحكام الشرعية افعل ولا تفعل افعل ولا تفعل التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يعني لو كل واحد مننا التزم بما جاء من عند الله وما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ملتزم ليش بالأخلاق الإسلامية ثم ينتقل الكاتب يحدث لكي يحدثنا عن العلم والأخلاق فيقول لا يمكن أن يكون العلم بديلا عن الأخلاق فقد أدى العلم بعد أن فصل عن الأخلاق في العصر الحديث إلى تحقيق المطامع والأهواء والمظالم وقرر العلماء الإسلام أن تقدم العلم لم يضمن ارتقاء الأخلاق هذا كلام خطير للغاية بل ساعد على إفساد الأخلاق من خلال التكنولوجيا في وجوه الإباحية والشر واللذات والشهوات فالعلم يكون في بعض الأحيان في خدمة البشرية إذا كان وفق الشرع الحنيف يكون في خدمة الإسلام إذا وخدمة الناس إذا كنا ملتزمين بالأخلاق الإسلامية وإذا كنا ملتزمين بما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم اليوم هناك تطور رهيب في التكنولوجيا لكن هل العلم يكفي وهل العلم يكون بديلا عن الأخلاق لا لربال العلم اليوم بما هو موجود عندنا على الشبكة العنكبوتية والتطور التكنولوجي تجد من أراد الفساد يجد فسادا وانحطاطا وانحرافا وميوعا شديدة جدا والذي يلتزم بالعلم الصحيح والعلم المفيد فإن هذا العلم المفيد هو الذي يرتقي بالأخلاق الإسلامية إذن ليس كل علم يكون مفيدا للأخلاق بل كثير اليوم خاصة أكرر في هذا المجال أن التطور التكنولوجي والتقنية الموجودة والشبكة العنكبوتية إذا أراد الإنسان الفساد فإنه يجد الفساد الكبير فيه نفسه هذا الكلام جيد الأخلاق الإسلامية تقوم على الالتزام والتكليف التزام والتكليف ويذكر لنا الكاتب هنا قبل ما يدخل ويحدد شروط الالتزام الأخلاقي يذكر لنا أنواع النفس التي ذكرها الله في القرآن الكريم كده على جناح السرعة بدون تفصيل فيقول النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء وكتبهم أرى بعض اللوامة والأمارة والمطمئنة وهذا يحتاج إلى محاضرة كاملة إذا ردنا التفصيل في ذلك ثم ينتقل يحدد لنا الإلزام الأخلاقي في القرآن أو يحدد الإلزام الأخلاقي في القرآن بشرطين احفظ هذا الكلام جيد يحدد الإلزام الأخلاقي في القرآن بشرطين الشرط الأول أن يكون فعل الإنسان خاضعا لإرادة الإنسان ورغبته صلح من ناحية لغوية كتب خاضع إلى هنا خاضعا أن يكون فعل الإنسان خاضعا لإرادة الإنسان ورغبته اثنين أن يكون الفعل ممكن التطبيق والعمل به إن أنا أقدر أعمل وأطبق على أرض الواقع فإذا توفر الشرطان علي أن ألتزم بذلك ولذلك الله عز وجل ماذا قال لنا في آخر سورة البقراء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إذن لا بد أن يتوفر الشرطان أن يكون فعل الإنسان خاضعا لإرادته ورغبته يعني أن يكون الفعل ممكن التطبيق والعمل به وينبثق هذا الإنزام من باب المسؤولية حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وتكون المسؤولية على الشخص المكلف فالإنسان المكلف هو الإنسان البالغ العاقل ويترتب على الالتزام والمسؤولية مبدأ الجزاء يعني الجنة والنار حسنات والسيئة ثم ينتقل الكاتب بعد ذلك ليحدثنا عن آخر جزئية وهي جزئية مهمة وهي خصائص الأخلاق الإسلامية ما هي خصائص الأخلاق الإسلامية في عندنا عدة خصائص علينا النعية وأن نحفظ وأن نفهم أولا أول هذه الخصائص أن الأخلاق الإسلامية جزء لا يتجز من الإسلام وهي صمرة الالتزام بالأحكام الشرعية يثاب فاعلها ويعاقب تاركها مثل إماطة الأذى عن الطريق مثل مثل إماطة الأذى عن الطريق يعني أنت حينما تميط الأذى عن الطريق أنت لك ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى رغم أنه أمر بسيط لكن هذا يدل على أخلاق هذا الفاعل وأنظر إلى الإنسان حينما يكون بعيدا عن الإسلام ثم يسلم كيف يتغير الحال ويذكر لنا الكاتب مثالين مثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومثال الخنساء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يدخل في الإسلام ذهب ليقتل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في يوم إسلام والقصة معروفة وبعد ذلك أعلن إسلام شوف الذي غيره ماذا غيره الإسلام ماذا قال عمر بعد ذلك في خلافته قال لو أن بغلة في العراق تعثر لخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر وما الذي غير الحال وحسن الأخلاق هو الإسلام كذلك الخنساء في الجاهلية توفي أخ لها اسم صغر فبكت عليه بكاء مر وكذا قلبها يخرج من صدرها من شدة البكاء هذا في الجاهلية لكن بعد ذلك هداها الله ودخلت الإسلام وكان لها أربعة من الأولاد الشباب الكبار ذهبوا في معركة من معارك الإسلامية فاستشهد جميعا استشهد الأربع فوصل النبأ إليها أن أولادك الأربعة قد استشهد ماذا فعلت لم تلطم الخدود وتشق الجيوب وتدعو بدعوى الجاهلية ولم تبكي عليهم بكاء مر كما بكت على أخي صخر في الجاهلية وإنما قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم وأدعو الله تعالى أن يجمعني بهم في جنته في الجنة ما الذي غيرها الأخلاق بالإسلام حين بدخلت الإسلام والتزام بالأخلاق ثم يقول لنا الكاتب ارتباط الأخلاق بالدين هل يوجد هناك دليل على ذلك قال نعم في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا عملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار هذا الدليل من القرآن على ارتباط الأخلاق الإسلامية بالدين من خصائص الأخلاق الإسلامية أن الأخلاق الإسلامية جزء من العبادة مثل تبسمك في وجه أخيك عبادة الجهاد في سبيل الله عبادة إماطة الأذى عبادة مساعدة الناس عبادة أن تدخل السرور على إخوانك المسلمين على الفقراء والمساكين خاصة في مثل هذه الأيام وتساعدهم أخلاق ألا تعيش لذاتك ألا تعيش إياك أن تعيش لذاتك فإن الذي يعيش لذاته ولنفسه ولزوجته وأولاده فقط وينسى إخوانه وأجيرانه وأقاربه ماذا قال عنه العلماء قالوا هذا الإنسان يعيش صغيرا ويموت صغيرا ويبعث صغير إذن أنت حينما تلتزم بالأخلاق فأنت تكون في عبادة حينما تكون صادقا أنت في عبادة حينما تكون كريما أنت في عبادة حينما تساعد الناس أنت في عبادة حينما تجاهد أنت في عبادة حينما تتبسم في وجه إخوانك أنت في عبادة إذن الأخلاق الإسلامية جزء من العباد وحينما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت كان خلقه القرآن كان قرآنا النبي عليه الصلاة والسلام كان قرآنا يمشي بين الناس من خصائص الأخلاق الإسلامية أنها واقعية ملائمة لفطرة الإنسان تتمثل بواقع البشف لأن الأخلاق الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وتتوافق مع الواقع وتتناسب مع طبيعة الإنسان وتتسم باليسر ورفع الحرج ثم يذكر لنا الكاتب مظاهر واقعية الأخلاق في الشريعة الإسلامية بأنها واحد أنها تتسم بالسهولة واليسر ورفع الحرج في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى اثنين كل صفة أمر الله بها تجد قبولا ورغبة لدى الإنسان السليم يعني كل شيء أمرنا الله به من الأخلاق الحميدة تجد رغبة وقبول وطمأنينة وموافقة على ذلك مثل الاحتشام والكرم والحياة والإثار والعطف على المسكين وهكذا وكل هذه الأعمال يميل لها الإنسان بطبعه ويجد سعادة غامرة حينما يطبقه على أرض الواقع هذا دليل على أن الأخلاق الإسلامية ملائمة للواقع ولفطرة الإنسان أيضا من خصائص الأخلاق الإسلامية أنها شاملة تشمل الفرد والجماعة على حد سواء بالنسبة للفرد تتناول شخصيته وفكره فالإنسان كما قال علماء العقيدة أنه مسير ومخير كما قال الله تعالى وهديناه النجدين أي طريق الخير طريق الشر وقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها فهي شاملة تشمل الفرد والجماعة أيضا من خصائص الأخلاق الإسلامية أنها متوازنة وإيجابية أي التركيز على كل الجوانب في حياة الإنسان لا ينتقي أمورا ويترك أمورا جيب لمثالنا في الكتاب مثلا يصلي في المسجد ويفعل محرمة أو يكون أمينا وكريما ويتعامل بالربا يصلي ويصوم ويأكل مراث أخته وعمته يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتعامل بالربا ويغش الناس في البيع وفي الشراء هذا الكلام لا يجوز يجب علي أن ألتزم بكل الأخلاق الإسلامية هذا هو المسلم الحقيقي الذي يريده الله ويريده رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيرا من خصائص الأخلاق الإسلامية أنها ثابتة تقوم على قناعة داخلية أن الأخلاق ثابتة لا تتبدل ولا تتغير أنت عليك أن تكون صادقا يجب أن تكون صادق مدى الحياة إلى أن تموت أن تكون أمينا يجب عليك أن تكون أمينا مدى الحياة أن تكون شجاعا عليك أن تكون شجاعا مدى الحياة وأن تكون لطيفا مع الآخرين ومرفقا بهم إلى أن تموت هذه الأخلاق يجب أن تظل ثابتا لا تتغير ولا تتبدل يعني لا يجوز اليوم أن أكون صادق وبكر كذا لا يجوز أن أكون اليوم أمينا وغدا خائنا لا يجب علي أن أكون ملتزما بهذه الأخلاق الإسلامية ويجيب لنا العمليات الاستشادية إلى آخرين هذا بالنسبة لخصائص الأخلاق الإسلامية أعيدها بسرعة واحد الأخلاق جزء لا يتجزى من الإسلام اثنين الأخلاق جزء الإسلامي يعني جزء من العبادة ثلاثة الأخلاق الإسلامية واقعية ملائمة لفطرة الإنسان أربع الأخلاق الإسلامية شاملة خمسة الأخلاق الإسلامية متوازنة وإيجابية ستة الأخلاق الإسلامية ثابتة تقوم على قناعة داخلية وبذلك نكون قد أنهينا هذا الموضوع وأيضا أنهينا هذا المبحث إن شاء الله تبارك وتعالى المحاضرة القادمة سنبدأ في المبحث الثامن وهو من المباحث الهامة والهامة جدا وهو بعنوان العقوبات في الإسلام العقوبات في الإسلام اكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته